الإنسان لما بيبدأ وبيبقى عنده موهبة وعنده أفكار حلوة بيقدر يساعد نفسه وخصوصا الموهبين هم بداية أفكارهم هي بداية مشروعات صغيرة أو بنسميها متناهية الصغر بيبدأ بالفكرة وبيحاول أن هو ينفذ الفكرة مش مهم الفكرة تبدأ في مصنع كبير أو شركة عملاقة أو لكن ممكن يبدأ هو بمشروع صغير المشروع الصغير بيجبر بعد شوية وأهمية المشروعات الصغيرة أن هي كمان بتبقى ميزانيتها صغيرة يقدر ياخد مساعدات كتير من الدول عندنا في مصر مثلا جهاز تنمية المشروعات وأيضا عندنا وزارة التضامن كل دول بيدعموا المشروعات الصغيرة اقتصاد الدول الكبيرة جدا يعني مثلا ونتكلم على الصين هتلاقوا اقتصاد الدول الكبيرة بيبدأ من مشروعات صغيرة كتيرة جدا والمشروعات الصغيرة دي بتمثل كده زي شرائح كتيرة جدا لناس كتير ناس موهوبة شباب ناس عندها أفكار وبيطلعوا الحقيقة أشياء مبدعة أنا موجودة في مكان من الأماكن دي مشروع صغير لسيدة عندها الموهبة دارسة وفكرت أنها تعمل مشروعها في ورشة صغيرة ده حجم الورشة اللي أنا موجود فيه لكن الحجم الورشة الصغير ده بيطلع حقيقي إنتاج والإنتاج بيروح لمعارض كبيرة زي معرض مثلا ترسنا معرض ترسنا في مصر من المعارض المهمة اللي وزارة التضامن بطرعاه والحقيقة بيشرفوا بالحضور دايما ويهتم بيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيدة نانيس اللي أنا موجودة عندها النهاردة سيدة نانيس عبداللطيف المبدعة اللي بتعمل باتش وورك الباتش وورك ده بيجي من بالعربي كده الأسقيس أو القسقيس زي ما بتقولوها في الدول العربية أو بواقي مثلا الأقمشة احنا بنقولها بالعامية في مصر الأسقيس فبواقي الأقمشة أو متى بقى من أي بيجمعوها ويعملوا بينها أفكار فالباتش وورك معروف جدا في العالم وبيتعمل له معارض كبيرة جدا وفيه مصممين عالميين أحيانا بياخدوا بعض الأفكار دي السيدة نانيس عبداللطيف تم تكريمها في معرض تراصنا 2019 من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بيدعم المرأة خصوصا المرأة اللي عندها مشروع وعندها حلم لأنه المشروع ممكن يكبر والمشروع مش بس بيبقى الفرد ده بيبقى أسرة وأسر فهتلاقيها هي بيشتغل معها ناس وأيدي عاملة وتقدر تعمل ده وكمان الحاجات اللي انتوا شايفينها دي اللي أنا وقفة جنبها الجميلة دي كلها دي بقية دي مصرية صناعة مصرية منتجات مصرية مجهود جميل جدا والحقيقة كلها بديعة أنا متشوقة جدا إن أنا أتفرج على كل حاجة موجودة في الورشة هي صغيرة في الحجم بس كبيرة جدا في الصغل وفي الإبداع ومتشوقة جدا كمان إن أنا أعمل اللقاء مع السيدة المبدعة نانيس عبداللطيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيدة كده مبتكرة عندها ابتكار وعندها أفكار ورشة صغيرة جدا مش مهم يكون حجم الورشة إيه ولا مكانها لكن المهم الإنتاج اللي بتعمله الورشة فأنتي من ورانا ريت للكل وعايزك يتقولي لي بتعملي إيه الأسئيس شكلها حلوة قوي لو أنا سميت يعني عايزة أشرح للناس إن ده فن صناعة أسئيس من الأسئيس نعمل حاجات كتير حلوة قوي فأنتي شرح لنا بتعملي إيه بقى بالزبط يعني إحنا بنعمل فن الأسئيس كل حاجة يعني هي بنجمع الأسئيس طبعا بنعمل سكتش الأول بيبقى عندنا تصور أو تخيل إحنا هنعمل شنطة أو بنكت أو كرسي أو لحاف أو أيا كان إيه هو بيبقى وماشي في الآخر تماما فبنبتزي إن إحنا نعمل تخيل أو تصور ونبتزي إن إحنا ننزل نجيب خماتنا وبعد كده هو نبتزي نشغل بقى يعني ده ده هيبقى هيتحط على كرسي آه ده بنكت أو بنكت وشكله حلو بوف صغير ودي حاجات كلها لطيفة مصرية صناعة كلها خمات مصرية كلها خمات مصرية مية في المية مية الفقرة مصرية مية في المية المشروع ده جالك إزاي يعني فكرتي في إيه وبعدين عملتي الورشة الصغيرة جهاز تنمية المشروعات عرضتي في تراصنا السيد الرئيس يعني أسنع عليكو بيشجعوا يعني احكي لي كده الحكاية جات إزاي الحكاية جات إن أنا كنت عادة في البيت فكنت بجرب حاجة كده هو أنا كان عندي ماكية خيطة صغيرة ببيتي صغير منزلية يعني وبديت إن أنا أجرب كده الأسئيس فلاقيت إنها بتطلع منتج حلو وأنا بتسلى وبقى عندي منتج فخبطت على باب السندوق طبعا قالوا لي كل الناس بتعمل مليات وكل الناس بتعمل كل حاجة فقري فكرة مختلفة فبديت إن أنا أفكر في فكرة الباتشورك أو فكرة الأسئيس إن أنا أعمل بيها منتج أجات لك منين بقى الفكرة أنا أصلا خلفتي أو دراستي فنية أنا قلت أكيد كده يعني وواضح الألوان فعندي فكرة يعني بدراستي ساعدتني بس طبعا المجال العملي حاجة غير الدراسة خالص طبعا بديت إن أنا يعني بلعب في الأول بلعب بصراحة بلعب وبقى عندي منتج في البيت فبديت إن أنا بتعملي حاجات لبيتك بقى في الأول يعني حد صديقة حد عنده ناس بقى أو حاجة كده هون وبعدين بعد كده هون بدأ عندي منتج فبديت إن أنا عايزة أسوق بقى في المعارض طبعا فبديت أخبط على الأول حاجة أول باب خبطته كان باب السندول الكمية طبعا فهم قالوا لك فكري في حاجة ما تبقاش مكررة بالضبط كده هون بدينا بقى ننزل معهم معارض بقى عندنا منتج بدينا باللحاف والملايات والفوض وبعدين بعد كده طورنا بقى من نفسينا كثير أول ماء ما دخلتي مع يعني من خلال الجهاز وساعدوكي وخلينا بنقول ده مشروع أي ست يعني أي ست ممكن تفكر في مشروع ويبقى مشروعها الصغير ورشة صغيرة تكبر بعد كده عارفة عندنا ناس مبداعين كتار جدا في مصر بدأوا بحاجات صغيرة وهي المشروعات العظيمة بتبدأ بحاجات صغيرة حي فالمشروع لما شفتيه لما بدأت تعريدي بقى يعني بعد ما خلصنا المرحلة دي وبدأت تعريدي وانتبع الناس كانت زي طبعا الناس عجبها الشغل والحمد لله وبناخد بقى منهم وندي تاني وبناخد وندي زي الكورة كده طب بترد فينا وتصد وهكذا طب بغيروا الألوان طب احنا محتاجين شنطة طب احنا محتاجين ملايات طب احنا محتاجين فور تسمعي كلام الناس بالضبط أو بتشوفي كمان بيقبلوا على ايه اكتر يعني ايه الحاجات اللي يعني سواء كانت منتجات أو سواء كانت ألوان يعني هما ساعات بيقولوننا طب محتاجين بجات محتاجين حاجة ملونة البنات الجديدة بتحب الحاجات الحاجات المبهجة بالضبط كده تتكلمي أنا يعني بحب قوي الألوان دي يعني على فكرة ولو بنتكلم دي ألوان الموضة حتى يعني ألوان الخيوط دي مبهجة قوي يعني أنا حاسة ان انتي كمان عندك نوع من أنواع البهجة يعني كان ممكن الألوان دي تبقى داكينة مثلا هو بيبقى جميل في الألوان وبيدي بهجة يعني حيث لو خطي من عندنا كوشن أو خددية أو مفرش أو شنطة بتبقى تدي كده حياة كمان هي فكرة العالم كله بيهتم بفكرة الصناعة اليدوية لأنه الصناعة المصانع والماكينات والماس بروداكشن زي ما بيقولوا تمام لكن إن أنا قاعد أشتغل قطع يعني دي بتالي بيبقى لها انطباعة تانية بيبقى لها انطباعة تانية طبعا وليها تأدير كبير يعني والحمد لله يعني فيه مردود جميل يعني وبنتطور يعني أنا شايفي حاجة كمان لفت انتباهي معلش أنا بتحرك كده إيه الحاجات الحلوة ده ده الشكل النهائي ده الشكل النهائي بقى بعد ما خلصت الكتان بتاعنا نواصري الكتان دي مروحة يعني دي طايرة كده هون خددية مثلا خددية بس بديعة يعني أنت بتنفسي حتى يعني حاجات مصانع كبيرة قوي بتنفسيهم يعني في المعرض بتاع توراسنا طبعا دي فيه وزارة التضامن وفيه جهاز تنمية المشروعات وفيه سيد الرئيس بنفسه بيبقى حريس بيبقى عايز يشجع حتى المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغير انت بعد كان إيه وسيد الرئيس موجود وبيلف وبشجع طبعا حاجة جميلة يعني بقى فيه اهتمام بالصناعات ان احنا فوارشة صغيرة زي ما حيك قلت وبديين بكم متر قماش وبنعمل منتج بسيط خالص وان احنا يحصل لنا التكريم ونتزكى من السندول الاجتماعي ان احنا نتكرم ونأكل جايزة زي كده هون فطبعا ده يعني حاجة شرف لنا طبعا يعني وحاجة بتخلينا نكمل نكمل ونطور يعني انت بدأتي من سنة كم تقريبا بقى لك كم سنة بتعملي الحاجات الحلوة دي من 2012 تقريبا اه بقى لك شوية يعني منتكلم في عشر سنين بالضبط تقريبا يعني والبداية كانت يعني ما فكرتيش بقى يعني الوقت بقى فيه فكرة انه كمان بقى فيه معارض خارج مصر يعني ما فكرتيش ان الحاجات دي ممكن برضو يتم دعم تاني والحاجات دي يتم تصديرها وتبقى حاجة بديعة لانه حقيقي حلوة يعني حقيقي حلوة انا بتخيل ان لو دي ما تبعتي وهتجيني في بيتي فهفرشها بمقاسي وهخسلها ما تبهدش وكل حاجة يعني يعني بتخيل ان دي لو رجعت لي تاني انا هاخدها لان انا عايشت برا شوية في دول الخليج فلاقينا كتير اوي الصيني والهندي يعني صحيح خامة اقل من هناك كتير بس احنا عندنا جودة بجد عندنا جودة لا صح انا شايفة والالوان وعندنا زوجة كلها عاملالي اغراء انا شايفة كمان انت مستخدمة هنا الاخضر تحفة يعني بديع ومبهج يعني لو حد عنده حاجة بسيطة وحط بس دي خلاص بقت مبهجة ودي كمان الكارو يعني لطيفة جدا ممكن ماتش بقى في بيج في كارو اخطر انا شايفة كمان حتى الخامة نفسها دي كلها دي مش مصرية صح كلها خامة مصرية حتى الكلف حتى كده حتى لما حصر ان المستورد غيدي بدينا نستخدم بدائل هنا في المشغل ان احنا بنعمل شريط او جالون او بي او اي حاجة فكرة البدائل دي فكرة انه الحياة لو قفلت في حاجة انا دايما المصر يدور على الشيء البديل يعني نفتكس حاجة ونحلها ونحلها لان الناس مش عايزة تغلي هي خلاص تعودت انها داخل المنتج بالسعر ده فمش عايزة تغلي عن هذا السعر احنا بلد بنحتفي بمناسباتنا كلها كل مناسباتنا الوطنية والدينية وداخل علينا عياد الميلاد برضو اكيد بتبقى دي مناسبة جدا للكريسماس دي مناسبة جدا لعياد الميلاد لكل الاخوة الاقباط في اي حتة بنشوفونا دي حتبقى لطيفة جدا ومناسبة يعني الحقيقة حاجة لطيفة الاسعار بقى بتبقى ازاي يعني بتحددي سعرك ازاي وبتحددي الفايدة بتاعتك بتستفيدي ازاي لانه كمان بتشتغلي بايدك وواضح معاك سيدة فاضلة كمان بتساعدك يعني عندك عمالة فبتقدري في الورش الصغيرة دي تعملي اقتصادك ازاي فيها طبعا احنا بنحاول ان احنا يعني نقلل التكلفة على قد ما بنقدر عشان يعني التكلفة السوقية الناس يعني الحدقة دي مش مستحملة فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر بنستخدم خامات معقولة مش رديقة ومش غالية قوي ففي الوسط بنحاول في طرق التشغيل برضو ما نعملش كده اللي عايز تشغيل اكتر بنقوله بس السعر هيعلى فبيبقى حاجة في متناول الجميع او في متناول كل الاية دي يعني عشان ما نسعرش الكوست بتاعني يعني ممكن تبنيه حاجة حلوة يعني انت بتبصي عالسوق كمانا يعني تشوفي السوق حاله ايه فانا احاول اعمل حاجات ان نستقدر تشتريه وتعمل بهجة في بيوتهم وفي حالهم وكده طيب وده اللي بيخليني اقول المكان الصغير ده لانه احيانا برضو حرفة استاذة نانيس الناس تقولك ايه هجيب فلوس مصنع منين انا ما عنديش فانا بقول انه مكان صغير بيطلع انتاج رائع الحمد لله وممكن حد يصنع عند حد يعني انا بعض زمالي بيجو صنعه عند مش شرط ان انت بتفتحي الورشة لحد تاني لو احنا عندنا مخزون من شغلنا وكفينا شغلنا وعندك فترة توقف مثلا ممكن تفتحي فهنا اذا كأنك انت عاملة مشروع ليكي وللغير بالضبط يعني تقدري تساعد الغير يعني ممكن حد يصنع عند حد مش شرط ان هو يكون عنده ممكن حد يصنع في بيته ممكن حد يبقى هو ديزاينر وبيصنع مش بيشتغل بيديه بس بيصنع عند حد بس عنده فكرة مختلفة عنده حاجة يديها للناس مختلفة يعني الناس دايما بدور على الجديد صح يعني على حاجة مختلفة حاجة مسكة شنطة بس لازم تفزيكي شنطة مختلفة لازم تبقى حاجة مختلفة خامة حلوة ديزاين حلو صح كفاية بس ان انا عارفة انه فيه كده انامل مصرية عاملها بيدها وبزلى المجهود دايما الحاجة المعمولة باليد الواحد بيقدرها لانه فيها مجهود كبير انتي شايفة الاوضاع في العالم ازاي وانتي بورشتك الصغيرة دي انتي عارفة في الصين الصين عندها كل انواع الانتاج ورش صغيرة مصانع شركات عملاقة يعني كل حاجة هل انتي شايفة ان احنا في مصر نقدر اقتصادنا يطلع شوية بكده يعني سيدة فضيلة زيك زي استزافات زي غيرها زي حد نقدر نعمل مشروعات صغيرة جدا وبعدين المشروعات صغيرة تكبر فيجي بعد كده الشباب يكملوا شايفة ان ده ممكن يبقى حل كويس للاقتصاد طبعا حل كويس جدا لان طبعا كل واحد بيشتغل حسب امكانيات وممكن من قوضة حد يشتغل يعني مش شرط يكون عنده ورشة متوسطة او كبيرة او صغيرة ممكن من قوضة مكانتين ثلاثة وده بيحصل وبنشوف ناس بتطلع يعني انا ليه زمالي يعني عندهم الورشة بتاعتهم قوضة اه مش اكتر من كده وبتطلعوا منها كل الشغل الخلوة اوي ولو يحتاجوا او تزنقوا في طلبيات او في حاجة بيصنعوا الجزء التاني عند حد من زمالهم تاني او بيستعينوا بورش تانية لو هيصدروا او لو عايزين منتج اكتر او هيكبروا الكمية او موسم زي رمضان زي عيد ام زي كريسماس او كده حاجات كده انت عارف احنا في بيت للكل بنزيع الاربع دول فانت بيشوفوك مشاهدين دلوقتي من فلسطين من العراق من الاردن فاكيد هيسألوا عن مكان الورشة الجميل ده والحاجات دي تتمني ان يكون فيه معرض يعني يبقى انت من مصر يبقى فيه ناس بتعرض برضو زيك كده من الاردن من العراق من فلسطين ويبقى معرض كامل يبقى فيه كل الدول يا ريت كمان تنضم الدول العربية ويبقى ده للمشروعات الصغيرة شايفت ده يبقى حاجة لطيفة جدا يا ريت طبعا فرصة للتعارف وتبادل الافكار وتبادل الازواء كل حاجة يعني في السفر سبع فوائد ده ما بيبقى سبع فوائد للجميع وانا بتمنى انه وزارة التضامن وعندنا في مصر يبقى فعلا فيه الفكرة العربية لكل المشروعات الصغيرة دي خصوصا احنا عندنا ده كتير في مصر انا شايفة كمان فوت يعني انت عاملة حاجات كتير متنوعة بدينا باللحاف اللي هو الكبير ده هو وبعد كده عملنا ملايات وفوت وبعد كده بقى دخدنا في الفرنيتشار اللي هو بنكتات كراسي ستاير حاجات مكملة بتستغلي السوشيل ميديا لان السوشيل ميديا بقت انت دلوقتي عندك اولا معارض تراصنا بقت واجهة حلوة قوي واكبر معارض تقريبا للحرب دلوقتي وبيبقى حاجة حلوة قوي هل بتروحي مثلا تعرضي من خلال الجمعيات من خلال حاجات معارض فنية بيبقوا طالبين لا انا بعرض في تراصنا بنفسي في تراصنا بتعرضي اه بعرض يعني باسم البراند بتاعنا وبنفسي يعني من بداية تراصنا خالص والناس بقيت عارفاك بتجيلك مخصوص يعني الحمد لله طيب وبتخلص البضاعة وانت موجودة الناس بتبقى عليها اقبال ولا انت بقيت عارفة هم عايزين ايه عارفين تقريبا الكميات بتاعيتنا ايه ولو حد طالب حاجة مثلا لونها مش موجود او بتعمليها بقى بالطلب بنعملها بالطلب اه بالزبط يعني السوشيل ميديا يعني دلوقتي كتير فيه شباب وناس بيعمل صفحة على الاستجرام على الفيسبوك على اي بلاتفورم يعني وبيقدر يوصل الطلبات هل ده موجود فكرتي فيه احنا عندنا ده هوا اه وفيه طبعا تفاعل وفيه طول الوقت انت معاكي ناس بيجتعدوكي لكن انت اللي بتحطي الديزاين الالوان الاشكال بنحط الالوان وساعات هي في التشغيل تقول لي مش هينفع كده لو عملناها كده هتبقى اسهل او الطريقة دي بقى اسهل بحب ان هم يرتاحوا هم بيشتغلوا لان هم هيريحوني وهيطلعوا انتاج افضل اكيد يعني حتى احنا كاتبين على البزنس كارد بتاعنا اه بجد احنا ايه معمول بحب او مصنوع بحب اللي مش بيحب مش بيشتغل يعني احنا بنيجي المشغل كأننا بنلعب يعني بالضبط كأننا بنلعب بنبقى مبسوطين ومهما كان التعب لما بيتطلع المنتج في النهاية بيجودة وبيعجب العملاء بتبقى دي حاجة مرضيقة بالنسبة لنا وبيعوضنا التعب اللي احنا حسناها خاصة اكيد انا سعيدة اولا لانه مكانك مبهج حلو بسيط يعني يعني خلي الواحد انه انا ما بعرفش خيط بس حسن انا عايزة ادخل في الموضوع عايزة اجرب على المكان انا كمان اه بس لانه على قدم هو صغير بس فيه طاقة حلوة ودي بهجة حلوة ودي اكتر حاجة الحقيقة بتسعدنا انه دايما يكون عندنا مشروعات هي مصر ولادة وانتي اسمك فرعوني يعني واخدة من الاجداد يعني بتمنالك التوفيق وانشاء الله الناس تشوف شغلك الحلو مرسي ونورتينا في بيت للكل لانه هو بيت للكل برضو يا رب دايما بيت للكل مصر كلها تكون بيت للكل ان شاء الله بشكر مرسي مرشين مرسي مرسي مرسي